تحتفي وزارة الداخلية بيوم شراكة المجتمعية والانتماء الوطني والذي يمثل ألية ثابتة في منظومة عمل وزارة الداخلية لأسيما وأن الشراكة المجتمعية تعد قاعدة أساسية من أجل تحقيق الأمن الشامل تحتفي الوزارة الداخلية بيوم شراكة المجتمعية للتأكيد بأهمية تعاون كافة فئات المجتمع مع رجل الأمن لتجسيد روح المواطنة الحقة والانتماء الوطني ليصبح فرصة للاحتفاء بفكر وفلسفة هذه الشراكة تحت شعار يوم الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني هناك علاقة ثقة بين رجال الأمن والمواطنين والمقيمين نابع من الحس والانتماء الوطني لتحقيق أهم مطلب في الحياة وهو الأمن والأمان والاستقرار فالأمن مطلب للجميع وهو مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع والشراكة المجتمعية هي تعبير صادق عن روح المواطنة حيث تتولى وزارة الداخلية تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية في جميع المناسبات والفعاليات لكي تصبح شراكة واقعية وتنعكس بالشكل الإيجابي على حفظ الأمن وعلى الصالح العام بمملكة البحرين إن الأمن مسؤولية وطنية تتطلب تعاون المواطنين والمقيمين ومؤسسات المجتمع المدني مع رجال الأمن لتحقيق الوقاية من الجرائم وخلق بيئة آمنة وغرس الثقافة الأمنية المجتمعية ونشر الوعي من خلال برنامج معن لمكافحة العنف والإدمان والذي يمثل قصة نجاح وطنية تحققها وزارة الداخلية من خلال شرطة خدمة المجتمع بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم برنامج معن هو أحد برامج وزارة الداخلية التي تعكس أوسع وجه التعاون مع وزارة التربية والتعليم والمجتمع بشكل عام ووليها الأمور والطلبة بشكل خاص والبرنامج يمكن الطلبة في أنهم يقدرون يتخذون تقرارات صحيحة في حياتهم وبالتالي يتصدون حق الظواهر السلبية التي يمكن يتواجههم في حياتهم ونظراً لإقبال المدارس على البرنامج قدرنا أن خلال عام الدراسي الحالي نغطي 93% من مدارس مملكة البحرين وإن شاء الله بالشراكات والتعاون المستقبلية نغطي عدد أكبر إن الاحتفاء بيوم الشراكة المجتمعية مناسبة لإبراز دورها الأمني الحيوي وتطوير العلاقة بين الشرطة بكافة أجهزتها والمجتمع كونها جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الأمنية بمفهومها الشامل